السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم والجزء رقم 5 من الفصل السادس هنتحدث عن types of electrochemical corrosion أو أنواع electrochemical corrosion في الحقيقة أنواع electrochemical corrosion على النحو التالي نمرة 1 intergenal corrosion نمرة 2 stress corrosion نمرة 3 oxygen starvation نمرة 4 graphs corrosion تعالنا نشوف intergenal corrosion ماذا تعني هي corrosion add green boundaries because green boundary segregation or precipitation produce local galvanic cell في الحقيقة نتناولها بالتحليل في هذه الجزئية يعني احنا نشرحها هي عبارة عن إيه corrosion بيحدث عن ال green boundary ليه؟ لأن ال green boundary بيحصل عندها precipitation وتتم عملية galvanic cell احنا نشوفها لما نيجي عندها دلوقتي بالتحليل stress corrosion معنى the rotation of material in which unapplied stress accelerated the rate of corrosion بالحقيقة نتيجة لعملية deformation التي تم للماتيريال فإن الجزء الذي يكون هناك فيه انحناء يكون هناك فيه stress أو concentration من الاسترس وهي تعجل بعملية الكوروجين أما الـ oxygen starvation معنى in the concentration cell low oxygen region of the electrolyte case the underlying material to be behaved as anode and to corrode يحدث الـ oxygen starvation في الحقيقة اللي هي الجوع إلى الأكسجين أو الحاجة الماسة إلى الأكسجين في الخلايا في خلايا التركيز هكذا تسمى خلايا التركيز هل سيكون هناك المنطقة التي بها أكسجين أقل تتصرف كما لو كانت كما لو كانت آنود وبالتالي تفقد الإلكترونات وبالتالي تتآكل أما الـ graphs corrosion أو تآكل الشقوق وده special concentration cell ده نوع خاص من أنواع الخلايا التركيز in which corrosion occurs in graphs because of slow oxygen concentration هل سأنها يكون هناك في الشقوق نسبة قليلة من الأكسجين أو من تركيز الأكسجين والتي تتسبب بدورها عملية corrosion كما سنرى بالدراسة والتحليل الآن سنتحدث عن عملية الـ intergenerational corrosion intergenerational corrosion قلنا لسا قيلين إن هي بتتم فين بتتم عند الـ green boundary طيب ما هي الـ green boundary الـ green boundary هي عبارة عن green تقع ما بين 2 green زي ما احنا شايفين add green واد green أخرى تمام واد الـ green boundary بينهم بتتم بواسطة إن الـ green boundary هي عبارة عن إيه هي عبارة عن high energy place المكان ده بيبقى فيل في green energy عالية جدا وبالتالي يحتاج إلى نوع من أنواع الاستقرار طيب هذه المنطقة اللي فيها high energy تتصرف كما لو كانت أنود والـ green وهي مستقرة والـ low energy تتصرف كما لو كانت كاسود طبعاً دي أنود وكاسود لازم يحصل عملية كوروجن عشان كده الزندة ما تتعرض أي ماتيريال لكوروز في ميديا فإنها تتم عملية الكوروجن عند الـ green boundary كما شرحنا وكما إيه سلفنا الكلام تعالوا نشوف النوعية التانية اللي هي الاسترس كوروجن هذا دي الماتيريال عندي الماتيريال تم تشكيلها بهذا الوضع تم خلق نوع من أنواع الانحناء بها عملية تشكيل عادية فإن المنطقة الداخلة حصل فيها نوع من أنواع تركيز الاسترس يعني فيها رزيد والاسترس تمام؟ طيب هي عبارة عن low residual stress فتتتصرف كما لو كانت أنود أما المنطقة الخارجة فهي عبارة عن high residual stress فتتتصرف كما لو كانت أنود طبعا ده في حالة التشكيل على البارد لأن التشكيل على البارد يخلق داخل الماتيريال residual stress أما التشكيل على الساخن فهو يحل هذه المشكلة وبالتالي لا نجد هذه الظاهرة في المواد التي تم أو يتم تشكيلها على الساخن